موسيقى مساء الخير لجميع متابعين طقس العرب وأهلا وسهلا فيكم بنشرة جوية جديد الحديث عن آخر تفاصيل المنخفض الجو الذي بدأ بالتأثير خلال الساعات الماضية ومتوقعين إن شاء الله يستمر ليلة الخميس الجمعة ويوم الجمعة عموما طبعا نبدأ بصور الأقمار الصناعية الأخيرة الوارد لدينا في موقع طقس العرب كمان نشاهد هناك جبهة قوية تؤثر حاليا على منطقة السواحل الفلسطينية والسورية واللبنانية بدأت هذه الجبهة تدريجيا خلال الساعات القليل الماضية بعبور أجواء المملكة كمان نشاهد بحيث هطلت الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى كانت هذه الأمطار غزيرة على فترات وأدت إلى ارتفاع في منسوب المياه في عدد من المناطق طبعا يعني حاليا هناك أيضا منخفض جوي يتمركز تقريبا حول جزيرة قبرص يتوقع هذا المنخفض أن يتحرك خلال 24 ساعة القادمة نحو الشرق يعني باتجاه شمال الأراضي السورية بحيث يتمركز شمال الأراضي السورية خلال 24 ساعة القادمة ما سيعمل على تحرك هذه الجبهة وكميات هذه السحب يعني الماطرة بغزارة المتواجدة حاليا والمرافقة للجبهة باتجاه المملكة خلال الساعات القادمة مما يعني هناك اشتداد فيه طول الأمطار إن شاء الله خلال الساعات القادمة في مختلف مناطق المملكة تحديدا المنطقة الشمالية والوسطى هناك أيضا اشتداد فيه سرعة الرياح التي قد تتجاوز سرعة هباتة 90 كم في الساعة التحذير الأساسي ليلة الخميس الجمعة يحذر من خطرة تشكل السول وربما الفيضانات في أجزاء مختلفة من المملكة بفعل غزارة الأمطار كما يحذر من ارتفاع منسوب المياه بفعل هذه الأمطار التي توصف حقيقة بأنها كثيفة على فترات يعني رسم آخر توضيحي لحركة الكتل الهوائي كما نشاهد يعني هناك حاليا هذه الكتل الهوائي تتواجد حاليا في هذه الأوقات على السواحل الفلسطينية والسورية أثرت بشكل تدريجي خلال الساعات الماضية يتوقع أن تعبر البلاد إن شاء الله خلال ساعتنا بعد منتظف ليلة الخميس الجمعة وساعات فجر الجمعة طبعا كما نشاهد خلف هذه الجبهة الهوائية تندفع كتلة هوائية كطبية باتجاه المملكة خلال ساعات صباح يوم الجمعة مما سيعمل على تحول الهوطلات المطرية إلى ثلجية في عدد المناطق وبشكل تدريجي تبدأ مع ساعات الفجر فوق المرتفعة التي ترتفع من 1200 متر عن سطح البحر ثم تنخفض هذه المستويات خلال ساعات نهار ومساء يوم الجمعة بإذن الله تعالى هل الآن سنترح تفاصيل الساعات القادمة بشكل تفصيلي أكثر نبدأ من الأجواء حالين كما ذكرنا أجواء ماطرة مع حدوث العواصف الرعدية خلال الساعات القادمة خاصة خلال ساعتنا بعد منتصف هذه الليلة وفجر يوم الجمعة يبدأ التأثير الفعلي للجبهة الهوائية الأمطار تحول إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط زخات البرد بالانتقال إلى ساعات فجر الجمعة تستمر الأمطار الغزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في منطقة الشمالية والوسطى وإجزاء من المنطقة الجنوبية تبدأ هذه الأمطار بالتحول إلى ثلوج على المرتفعات التي ترتفع عن 1200 متر عن سطح البحر يعني تحديدا في مرتفعات جرش وعجلون العاصمة عمان عموما لا يوجد فيها مرتفعات ترتفع عن 1200 متر عن سطح البحر فبالتالي تقتصر الهطولات في هذه الفترة على المرتفعات الجبلية العالية في شمال المملكة تحديدا مرتفعات جرش وعجلون بالانتقال إلى ساعات الصباح يوم الجمعة تكون الأجواء ماطرة مع تساقط البرد في عموم مناطق المملكة خاصة الشمالية والوسطى يتوقع أن يتدنى مستوى تساقط الثلوج في المنطقة الشمالية إلى ألف متر في حين تبدأ مرتفعات العاصمة عمان مثل مرتفعة خلدة سويلة تشهد أمطار ممزوجة بالثلوج على فترات بالفترة الواقعة ما بين الصباح والظهر يوم الجمعة يتوقع أن تبدأ الثلوج بالسقوط أو بالتساقط فوق المرتفعات العالية في العاصمة عمان التي ترتفع عن ألف متر عن سطح البحر تحدثون عن مرتفعة خلدة سويلي حجبيها منطقة تلال علي هذه مناطق جميعها تشهد يعني بتستشهد إن شاء الله بداية لتساقط الثروج في الفترة الواقعة ما بين الصباح والظهر في حين تبدأ المناطق الأقل من ألف متر باستقبال أمطار ممزوجة بالثروج خلال ساعات العصر يعني تتحول الهطولات بشكل عام إلى متقطع المقصود في متقطعة أنها يعني غير مستمرة قد تكون غزيرة على فترات ما عند توقف الهطولات لا يقصد بالمتقطعة أنها خفيفة الهطولات ستكون ثلجية فوق 900 متر لكنها متقطعة وأقل من 900 متر ستكون أمطار متقطعة بين الحين والآخر الفرصة الأفضل حقيقة لمشاهدة الثروج في العاصمة عمان ستكون خلال ساعة مساء الجمعة هناك مؤشرات يعني إن شاء الله على تجد تساخط الثروج يعني في الفترة المسائي فوق إجزاء مختلفة من العاصمة عمان والمرتفعات يعني أقل ارتفاع منحك عن 800 متر تقريبا منحك عن أجزاء واسعة من غرب العاصمة عمان هذا الكلام يعني وهذا الحكي ينطبق على ساعات مساء الجمعة مساء الغد بإذن الله تعالى مع ساعات يعني الليل تعود الهطولات إلى متقطعة على أغلب المرتفعات يعني نعيد ونكرر دائما التقطع يقصد به عدم الاستمراري وليس الضعف على الحطول فبالتالي تعود هنا الهطولات متقطعة بين الحين والآخر ثم يتراجع تأثير المنخفذ الجوي بشكل أكبر مع ساعات الفجر وتصبح الهطولات على شكل هطولات ثلجية خفيفة وسط أجواء ضبابية وتشكل الإنجماد وأشواء وأجواء باردة جدا المخطط البياني الحالي يعني الرسم التوضيحي يوضح يعني ارتفاع الثلج أو ارتفاعات التي تستغطل عليها الثلود نحن الآن في الفترة الواقعة تقريبا ما بين الساعة قبل المنتصف الليل بقليل نشاهد مستوى التساقط الثلج على المرتفعات التي ترتفع من 1400 متر حاليا هذه المرتفعات فقط في المنطقة الجنوبية والتي لا تشهد تساقط أي هطولات مطرية أو ثلجية فبالتالي لا توجد أي منطقة في المملكة حتى الآن تشهد تساقط ثلوج يتوقع كما نرى أثناء اندفاع الكتلة الهوائية القطبية إلى المملكة أن يتدنى مستوى التساقط خلال ساعات الفجر وما بعد الفجر نرى يعني خلال ساعات الفجر نتحدث تقريبا عن مستوى 1200 متر خلال ساعات ما بين الصباح والظهر ينخفض مستوى التساقط إلى 1000 متر تقريبا في مختلف مناطق المملكة ومن ضمنها العاصم عمان لكن أرفوزها الأفضل كما ذكرنا سابقا لتساقط وتراكم الثلوج ستكون خلال يعني ساعات الظهر في المنطقة التي ترتفع عن 1000 متر في حين يعني ستكون الفرصة أيضا جيدة خلال ساعات المساء لمختلف مناطق العاصم عمان لتشهد تساقط الثلوج بإذن الله تعالى كما نلاحظ في هذه الفترة يتدنى مستوى التساقط ليصل إلى ما يقارب 800 متر عن سطح البحر ثم بعد ذلك يعني ترتفع مستويات التساقط بشكل تدريجي وتحول الثلوج إلى خفيفة أو متقطعة حتى ساعة فجر وصباح يوم السبت الخارثة التوضيحية التالية توضح غدا أن الأماكن متوقعة أن تشهد تساقط الثلوج بغض النظر عن التراكمات يعني متوقعين مرتفعات جرش وعجلون في الدرجة الأولى مرتفعات محافظة المفرق مرتفعات جرش كما ذكرنا مرتفعات العاصم عمان خاصة الأجزاء الغربية من العاصم عمان والمرتفعات الجبلية العالية ترتفع من 1000 متر أيضا محافظة السلط وماذا محافظة الجنوب الكرك والطفيلة وأمعان تحذيرات السي خلال الحال الجوي القادمي هناك تحذير أساسي هذه الليلة نعيد ونكرر هناك جمحة هوائية تؤثر على المملكة خلال الساعات القليلة القادمة اشتداد كبير في غزارة الأمطار متوقع اشتداد كبير أيضا في سرعة الرياح نحذر الليلة الخميس الجمعة من خطر تشكل السول ربما الفيضانات في أجزاء مختلفة من المملكة بفعل غزارة الأمطار أيضا نحذر نحذر ارتفاع من سوب المياه على الطرقات بفعل الأمطار الكثيف متوقع ليلا تحذير الأساسي يوم الجمعة يحذر من خطر يعني الانزلاق على الطرقات خاصة طرقات المرتفعات الجبلية التي يستشهد بإذن الله تساقط ثلوج خلال ساعات صباح ومساء يوم الجمعة يعني نتمنى لكم في البداية أو في النهاية عفواني يعني منخفض خير إن شاء الله تكون أمطار خير على الجميع ثلوج خير على الجميع نتمنى لكم نهاية عام السعيد وبداية عام جديد تكون يعني موفقة على الجميع كان معكم أسامة طريفي من طقس العرب إلى اللقاء اشتركوا في القناة